يعتبر جسر باب القنطرة أقدم جسور قسنطينا ولأنه كطائر العنقاء يبعث مجددا من رماده كما تقول الأسطورة وبالفعل فالجسر الحالي هو امتداد لسلسلة جسور قديمة لم تنجو من عوامل الزمن والغدر البداية كانت خلال الفترة الرومانية حيث كان مجرد جسر روماني صغير مخصص لضقل الماء من جبل الوحش إلى وسط مدينة عن طريق تقنية السيفونات التي أجادها الرومانيون بني هذا الجسر من طرف الأمبراطور عنطنا كانت جسور رومانية عديدة تعبر واد الرمال ولكنها تهدمت عن آخرها سنة 1185 وما زالت بعض آثارها بادية للعيان أسفل الوادي أما جسر باب القنطرة فقد صمد إلى غاية 1304 حيث تهدم بدوره وكان يعرف باسم أونطنا نسبة إلى الأمبراطور الأونطنا في سنة 1792 قرر صالح باي حاكم قسنطينة في ذلك الوقت أن يعيد بناء جسر آخر على أنقاض الجسر الروماني وبالفعل لقد استدعى المهندس المعماري الأوروبي بارتولوميو ليصمم الجسر الجديد فوق الجسر الروماني المتهدم وكذلك رمم نظام نقل الماء من جبل الوحش إلى القصبة كما كانت في وقت الروماني تماما بحيث أصبح الجسر يؤدي وظيفتين العبور والتزود بالماء الشروم وكان الجسر ينتهي بباب يغلق لمنع أي تسلل للمدينة بدون مراقبة وكان يعرف بباب القنطرة ومن هنا جاءت تسمية كل الحي بهذا الاسم موسيقى 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 خلال الاحتلال الفرنسي وفي يوم 18 مارس 1857 مرت فرقة مشات عسكرية فرنسية فوق الجسر فانهار قوس من اقواسه الخمسة ولم يدم الامر الا 11 يوم بالضبط ففي 29 مارس 1857 تقرر تهديم ما تبقى من الجسر باستعمال 40 طلقة مدفعية وكان ذلك بحضور جل سكان المدينة ليشاهدوا اثار العثمانيين تسوى بالارض وكان هذا العمل ينم على حقد دفين ضد المسلمين ينشن جسر جديد اعلى من كل الجسور السابقة في سنة 1863 دشنا جسر باب القطرة الجديد بتقنيات جديدة وبنفس شعور التعالي واحتقار الاخرين وصمم ايضا ببوابة كبيرة في مدخل الجسر من ناحية المدينة اي على الشارع المعروف بالطريقة الجديدة وفي سنة 1920 تقرر توصيع الجسر وتهديم البوابة فأين ذهبوا بكل تلك الحجارة المستعملة في بناء البوابة لا تذهبوا بعيدا سنكتشف سر مكانها ولكن بعد الفاصل قساطينة وفي سنة 1920 تقرر توصيع الجسر وتهديم البوابة فأين ذهبوا بكل تلك الحجارة المستعملة في بناء البوابة نحن الآن في طريق الكورنيش غير بعيدين عن محطة البنزين وتحت جسر سيديم سيد هذه جدة الطريق المخصصة للتفسح هنا وضع ركام باب القنطرة المتكون من الحجارة المسقولة التي فككت ووضعت هنا ربما على أمل استعمالها في بناء أخر ولكنها لبثت هنا منذ تسعة وتسعون سنة تنتظر مصيرها موسيقى كان هذا سر آخر من أسرار المدينة الطائرة أرجو أنكم استفدتم لا تنسونا من الدعم والاشتراك وإبداء آرائكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى